من جديد مشاهدين إذن وضعية جوبية حارة بامتياز تعيشها دائما الولايات الجنوبية وكذلك المناطق الشمالية ويرتقى بحول الله يكون في تساقط أمطار رعدية بداية من ظهيرة اليوم على الولايات الغربية بحول الله وحسب نشرية خاصة للدوان الوطني للأرصاد الجوبية والتي تحدر من استمرار موجة الحار بتسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل تستمر إلى غاية يوم الغد الاثنين وهذا على كل من أدرار إن صالح تيميمون بورج باجي مختار لمنيعة وولاية تامنراست وفي ذات السياق صنفت مراكز الرز الجوبية العالمية لنهار اليوم الأحد أدرار على رأس قائمة أكثر دول حرا في العالم أين احتلت المرتبة الأولى بتسجيل درجات حرارة تعدى 48 درجة وفي المرتبة الخامسة أيدا إن صالح بـ 48 درجة وهذا على غرار العديد من الدول التي سجلت درجات حرارة قياسية بينما تيميمون احتلت المرتبة العاشرة بـ 47 درجة خلال نهار اليوم الأحد بحول الله وفي تنبيه لمصالح الأرصاد الجوبية يؤكد إن شاء الله على أنه سيكون فيه تساقط أنطار رعدية محليا معتبرة حاضرة بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال وتستمر في التساقط إلى غاية منتصف الليل على كل من ولاية معسكر وهران غليزان تسمسيل تيارة لمدية الجلفة الأغواط لمسيلة كذلك كل من ولاية برج بورري جباثنا أيضا ولاية سطيف معنية بتساقط الأمطار ميلا أم البواقي قسنطينا قلمة وولاية سكيكدا بحول الله وهذا راجع إلى تشكل خلايا رعدية منعزلة ستكون مصحوبة بتساقط أمطار رعدية محليا معتبرة تقريبا على أغلب المناطق الداخلية الغربية وكذلك الشرقية إذن مشاهدين تبقى دائما الأجواء حارة بامتياز على أغلب ولاية الوطن وأكيد ستكون في المعدل الفصلي بتسجيل درجة حرارة تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل دائما بلمنيعة إنس صالح أدرار برج باجي مختار تامن راست وإنجزان بالنسبة لبشار بن عباس وولاية دوف تقارب في حدود 47 درجة إليزي جونيت إناميناس نفس المقياس يعني تقريبا أغلب الولايات الجنوبية تترى وخلال ظاهرة اليوم إن شاء الله الأحد بين حوالي 45 إلى أن تتعدى 49 درجة تحت الظل مع وضعية جوبية ستكون مشمسة ومستقرة فيما يخص الولايات الجنوبية نسجل دائما تطاير كتيف لأزوابع رملية باستثناء أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوكار والتاسيلي يرتقى بكم في تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة على السواحر الوطنية الأجواز تكون صيفية بامتياز مشمسة ومستقرة مع درجات حرار قصوى خلال ظاهرة اليوم إذن بالنسبة للسواحر الوطنية ككل من عنابة بجاية جيجل الجزاء العاصمة بومردس تيبازا أيضا فيما يخص تلمسان كذلك على كل من وهران مستغان وعن تيموشان تتراوح بين حوالي 30 إلى 35 درجة إن شاء الله مرتفعة بقصنطينة صيف أم البواقي وبورج بور ريج قلمة طارف سوق هرست بسة وخنشلة بين تتراوح إن شاء الله درجات الحرار القصوى خلال ظاهرة اليوم بين حوالي 34 إلى 38 درجة 40 إلى 44 درجة على كل من سعيدة ميلة كذلك بالنسبة لعن دفلة الجلفة تيارة نعامة والبيض معسكر وتلمسان تقارب أيضا بمغنية 38 درجة بالنسبة لتزيبز البويرة ولمدية تصل خلال ظاهرتها اليوم إلى حوالي 35 درجة بحول الله فيما يخص مشاهدين توقعات حالة البحر فسيكون هادئ إلى قليل الاستراب على طول الشريط الساحلي اتجاه الأموات سيكون من شمال إلى شمال شرقي علو الأمواج يصل إلى المتر ونصف وفيما يخص حرارة مياه البحر تقارب 23 إلى 24 درجة على طول الشريط الساحلي ويبقى البحر إن شاء الله هادئ وجميل إلى غاية يوم الأربعاء على كافة السواحل الوطنية إذن مشاهدين الكرام كانت هذه تفاصيل الوضعية الجميلة المرتقبة إن شاء الله خلال الساعة القليلة المقبلة أشكركم على كرام الإصغاء والمتابعة والعودة لاستكمال بقية الأخبار بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة